قد تبدو هذه المشاهد من الماضي لتجارة الرق، لكن واقع الحال أنها تحدث في القرن الواحد والعشرين. المؤشر العالمي للعبودية الذي تصدره منظمة ووك فري أفاد أن 36 مليون شخص حول العالم يصنفون كمستعبدين. تأتي موريتانيا في مقدمة الدول التي تعاني من ممارسات العبودية بالنسبة لعدد السكان، حيث بلغت نسبة المستعبدين فيها 4% من إجمالي السكان. وتأتي دول عربية مثل قطر والسودان وسوريا من بين أكثر الدول التي تعاني من الممارسات، بينما يعيش معظم الضحايا في دول مثل الهند والصين وروسيا. واحتوى تعريف العبودية بحسب التقرير على عدة ممارسات منها تجارة الرق، الزواج القصري والعمالة الجبرية. مؤشر العبودية العالم احتوى على حالات لعمال مستعبدين في المناجم، نساء تستعبد لممارسة الدعارة، وأطفال يكبرون على العمل في المصانع والنوم في الشوارع. ويشير التقرير أيضا إلى أن كل دولة حول العالم تعاني من ممارسات العبودية. أكثر من مائة وستين دولة حول العالم أشارت الدراسة إلى وجود لممارسات العبودية فيها، من بينها دول أمريكية وأوروبية، وهو ما دفع بعض تلك الدول إلى سن قوانين للتصدي لتلك الممارسات. حكومات الدول الأخرى تنظر إلى ما نفعله هنا في بريطانيا، خاصة مع سن التشريعات الجديدة التي ستعمل على أن يكون العامة على علم بشركات المصدرة للمنتجات التي يستخدمونها، وإذا كان هناك أي شبهة للعبودية الحديثة فيها. التقرير أصدر توصيات من بينها ضرورة سن قوانين للتصدي لممارسات العبودية وحماية الضحايا. لكن في ظل زيادة في عدد المستعبدين بلغت أكثر من 20% عن العام الماضي بحسب التقرير، يبقى سؤال عن كيفية تحقيق تلك الأهداف.